لذلك الحديث عن نهر الأولي وهي كلمة صدرت مع المتحدث لدولة الاحتلال وهي كلمة مفارقة بالنسبة لي وتوقفت قدامها كثيرا لماذا يطلب من المدنيين من القرى الحدودية إلى الشمال نهر الأولي وليس إلى المناطق نهر اللي طاني اللي هو المطلوب أن يتم الحديث عن 17-01 أنا أعتقد أنه يحاول أن يقطع أي فقرة لعدم تكرار 7 أكتوبر مرة أخرى لكن الجزء المهم في هذا الأمر أن هناك متغير حدث سنبارح أن دولة الاحتلال بدأت تستدع إثنين من قوات الاحتياط لوئين من قوات الاحتياط وهذا يعني أن ما كانت تعتقده أو يعتقده رئيس دولة الاحتلال بأن جنوب لي بدأت نزهة لن تكون نزهة من وجهة نظري لن تكون نزهة لا أعرف ما إذا كانت هذه الفكرة قد دارت في أذهان قادة جيش الاحتلال حكاية النزهة حكاية النزهة أصبحت أكذوبة لا أحد منهم يصدقها بعد الآن أنت ترى ما الذي يحدث لهم في غزة رغم كل الدمار الهائل الذي أوقعوه بها نزهة في جنوب لبنان وحزب الله أقوى من حماس قطعا صحيح بالفعل وما حدث خلال الأسبوع الماضي أو من يوم واحد حتى هذه اللحظة من يوم السلساء الماضي حتى هذه اللحظة هي مواجهة عنيفة وأدت إلى سقوط كثيرا من قتلى والمصابين من صفوف جيش الاحتلال ولم يتمكن جيش الاحتلال من دخول يعني الحديث حتى في اتصال مع أحد المصادر اللي بتواصل معها من لبنان وهو أحد المسؤولين داخل الجيش اللبناني بيتحدث عنها ما أعلن حول دخول جيش الاحتلال لبنت جبيل هذا ليس صحيح وواحد من دمني المسؤولين عن هذه الموقع فيها لم يحدث أن تمكن جيش الاحتلال من الدخول لبنت جبيل كما أعلن ثم جاء جيش الاحتلال بحسف هذا الخبر مش تافيه حسف هذا الخبر بالفعل تم حسف هذا الخبر لأن ما تم إصداره ومحاولة لإصدار قوة والتمكن لدخول لجنوب لبنان ولكن نحن نتحدث الآن عن معرقة أنا أعتقد أنها معرقة مختلفة عن معرقة مواجهة 82 مع منظمة التحرير عندما كان يواجهها جيش الاحتلال في جنوب لبنان وأيضا مختلفة عن معرقة 2006 هذه المعركة حتى زي اللحظة بعد أسبوع تقريبا لم يتمكن أولا جيش الاحتلال عام الحقيقي واحد لم يتحدث عن اكتياح لجنوب لبنان تكلم عن معرقة محدودة لماذا تحدث عن معرقة محدودة حتى لا يضع وقتا ولا مساح فلا يتحمل وزر الهزيمة المؤكدة من وجهة نظري كما حدث في 2006 فيمكن الالتفاف عن هذا الأمر يعني عندما يأتي الجيش الاحتلال غدا ويعلن الانسحاب أو انتهاء العملية البرية هو لم يدخل جنوب لبنان أو كما أعلن أنه يتحدث عن عملية نوعية محدودة لكن أعتقد أن جيش الاحتلال يريد أن يدخل لأقصى نقطة في الجنوب اللبناني وأنا أعتقد أنه هو هذه المرة لن تتحقق وهو يعلم جيدا وذلك أن حتى هذه اللحظة لم يقترب من المنطقة الغربية من رأس النقورة والنقورة للدخول على منطقة الساحل لما يعلمه من جيدا من هذا الأمر وخاصة أيضا نحن ندخل على توقيت في المناخ والشتاء وهو دولة الاحتلال لن تحارب لبنان في الشتاء لأنها هي هزيمة مؤكدة لأن المناخ في الجنوب مختلف نهائيا عن غزة بكل المقايز